الفترة اللي فاتت وجاء على قنوات الشيخ والقطة أو الإمام والقطة معرفش ده لو اتعامل فيلم يعني قولونا مفروض يبقى إيه الإمام والقطة ولا الشيخ والقطة ولا القطة والإمام طيب هنشوف مع بعض الفيديو تفضل طيب خلينا نقف يعني هاي هتوقف على كتفه طبعا المسلمين معرفش يعني هما ليه بيدوروا على حاجة تحاول تسبت لهم إيمانهم وتحسسهم أن هما ده هما في الدين الصحة وهما في الدين الحق والعالم بص بيبص لنا إزاي العالم كله عنده يعني الناس عندها قطة في بيوتها عندهم كلاب في بيوتهم ما فيش مشكلة في التعامل مع الحيوانات بالنسبة للغرب عموما يعني لكن هما شافوا أن العالم شاف قد إيه إن إحنا عندنا سماحة شوف إزاي الشيخ طب طب على القطة لما طلعت على الكتف والمعجزة بقى الأكبر أن الشيخ كان بيقرأ من سورة الأنعام يا خبر يعني الأنعام يعني الحيوانات يعني القطة دي حست أو القطة أو لبسينة زي الإخواتنا اللبنانين ما بيقولوا حست أن ده يعني الكرآن اللي بيقرأ ده عنها لأنها سورة الأنعام سورة الحيوانات فطلعت على كتف الشيخ ويبسيته وهلل طبعا المسلمين ونشوف الغرب بيعمل إزاي ونكمل عشان نسمع واحد من المسلمين بيقول إيه تفضل لما ترجم لكثير منهم هذه الآيات قالوا أن هذه الآيات لا تخاطب المسلمين هذه الآيات موجهة إلينا نحن الكافرين نحن المشاركين هذه الآيات فيها تحدي ووعيد إلينا وكذلك من الأمور العجيبة اللي راح تسمحه عند الأجانب أن يوم هلا يتحدثون عن الدين الإسلام وأن هذا الدين أمرهم يقولون أن نبيهم أمرهم يقولون هم محمد أن محمد أمرهم بالرزق بالحيوان كان بيهم شيء عجيب صراحة أنه يعرفون كل هذه الأمور حتى أن تراه كثير منهم يقولون يجب علينا أتناج هذا الدين ويجب علينا أتناج هذا الإسلام خلاصة الكلام أنه نحن المسلمين وأنا منهم رأيت أنه مقطع بسيط جدا ما يحتاج كل هذا الترند وكل هذا من شاء الله فإن الله سبحانه وتعالى يعني الغرب أو الأجانب اللي لما ترجمت لهم الآيات قالوا على نفسهم دي لنا إحنا نحن المشركين والكافرين يعني إيه اللي بيقولوا ده يعني هم عارفين نفسهم أنهما مشركين وكافرين وبيقول أنهما يعني يعني عايزين يعطنقوا الإسلام لأنهما شافوا إزاي أن رسول الإسلام أو الإسلام بيأمرهم بالرفق بالحيوانات وحقيقي يعني أنا عايزة يعني أضف له بقى لو يقدر بقى يوصل للناس أو يوصلوا للناس الأجانب اللي عرفوا الأمر ده والرقفة رقفة رسول الإسلام بالقطة وكان صديقه أبي هريرة عنده القطة اللي بيعتني بها والكلام اللي إحنا عارفينه ده كله طيب ماشي رسول الإسلام ما كانش عنده مشكلة مع القطة لكن كان عنده مشكلة مع الكلب الأسود والكلب الأسود أو الكلاب بشكل عام مع أن الغرب يحب الكلاب أكتر أو الناس عموما بتحب الكلاب أكتر لو عملنا نسبة هنلاقي اللي بيحبه الكلاب أكتر من اللي بيحبه القطة فرسول الإسلام نفسه نقرأ مع بعض في الحديث اللي هنعرضه دوت ونشوف شخص تاني اقتدى برسول الإسلام في قتل الكلاب فنقرأ مع حضراتكم بيقول إيه الحديث ده قيله زي ما نشوف في التحت بيقول الراوي هو عبد الله ابن عمر تحت الحديث عبد الله ابن عمر بيقول كده الحديث بعث رسول الله في قتل الكلاب بعث في قتل الكلاب فكنت في من بعث فقتلنا الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية فقتلنا كلبا لها فايه اللي كان بيحصل رسول الاسلام او الحديث بيقول ايه ان بعث رسول الاسلام في قتل الكلاب سمعين يا جماعة فين بقى فين الرقفة رسول الاسلام لما كان بيقتل الكلاب وعبد الله ابن عمر بيقول احنا قتلنا الكلاب ودرجة انه واحدة جاية من البادية جاي بقى كلابها رح قتلوه فلا ايه يعني فين الرقفة وفين الرحمة بحيوان ضعيف زي كده جاروا كلب بيرجموا لان رسول الاسلام مقتدي برسول الاسلام دي نمازج من اللي بيقتدوا برسول الاسلام يسيبوا او بقى حديث رسول الاسلام يسيبوا النار يعني بيتدمر بلدهم وبتدمر بيوتهم عشان يعملوا الحديث اللي قالوا طبعا زي ما شفنا النتيجة بتاعته وشخص تاني بيتبع حديث رسول الاسلام وبيقتل مخلوق ضعيف او بيدرب وبيقلم موسيقى 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 موسيقى